يا ما حسمت بطولات يا ما حسمت ماتشاد فعلا الواحد بيحسها دلوقتي كأنه لسه بيلعب فعلا روح الفانيلا ديت ما بتجيش لأي حد يعني انت أول ما بتخش النادي الأهلي قبل ما بتخش قط اللبس أول ما بتخش النادي يعني أنا حسيتها سنة 4 و 80 أول ما دخلت النادي حسيت إحساس غريب جدا يعني زي ما يكون حاجة جواك بتخش جواك اللي هي روح الفانيلا الحامرة اللي هي تعودك دايما على الناصر اللي هي عدم تقبل هزيمة يعني إلا بصعوبة بقى لو ربنا رايد إنما روح الفانيلا الحامرة دي تلاقيها مع أي واحد دخل النادي الأهلي سواء لعيب مصري لعيب أفريقي لعيب أوروبي دي أول ما بتخش النادي الأهلي بتخش جواك روح الفانيلا الحامرة إمتى بتكون موجودة ما تعرفش إمتى تحسن بريات وبطولات برضو ما تعرفش وبنسبة كلامنا عن روح الفانيلا الحامرة وطبعا بنتكلم عن الكيان الكبير وتأكدنا إن الروح دي مش لعيبة بس في الملعب إنها للجمهور في المدرجات وكمان للمشجعين إنما هنجزين نتكلم عن الروح دي عند مسؤولين النادي الأهلي كمان لأن النادي الأهلي كبير بمبادئه كبير بتاريخه كبير بتصرفاته الأهلي بيحافظ على أولاده لحصل النهاردة يعني خير دليل إنما مش هكلم فيه كتير لأن التاريخ أكبر دليل لكن صورة مسغرة لقيم الأهلي النادي الأهلي النهاردة بعد خطاب رسمي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة بيطلب موافقة الجهة الإدارية على صرف النادي الأهلي قيمة عقد مؤمن زكريا كاملة علشان مؤمن يقدر يكمل علاجه كابتن محمود الخطيب في خطابه وزير الشباب ورياضة طلب النادي الأهلي الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها مؤمن زكريا واللي كانت سبب في أنه يبعد عن لعب الكرة والنادي الأهلي بيعمل كده تقديرا لمؤمن على عمله وإخلاصه للنادي كابتن محمود الخطيب أكد في خطابه أن دفعات الاستثنائية التي تمت الموافقة على صرفها لللاعب قبل كده مش كفاية يعني اللي صرف المؤمن قبل كده كابتن محمود قال ده مش كفاية علشان التكلفة كبيرة جدا لإيمتي العلاج علشان كده النادي الأهلي طلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد بالكامل بإذن الله إن شاء الله لأن طبعا مخالفة اللوايح والقوانين تهمنا برضو في النادي الأهلي واللاعب غير مقيد كمان بقيمة الفريق لكن الأهلي أبدا ما بينساش المخلصين من أبنائه دلوقتي قبل ما نروح فاصل حنقول إن النهاردة ثالث مباراة رسمية للمارض الأحمر بعد فترة توقف يمكن إحنا لعبنا ماتشين ماتش الأولاني كسبنا امبي اتنين سفر بأدفين ولا أرواع ولا أجمل لمحمد هاني وعلي معلول وبعدين اتعادلنا مع الانتاج الحربي يمكن نتيجة كانت مخيبة الأمال شوية والعرض يعني برضو كانت الناس منتظر أحسن من كده لكن النهاردة بإذن الله قادر النادي الأهلي على إنه يستعيد انتصاراته عنده موضع قوية جدا قدام فريق أسوان اللي هو بيبحث عن بقاءه وسط الكبار طبعا كلنا عارفين إن بعد الخمس شهور أو ست شهور التوقف تقريبا كل الفرق عندها يعني دفع واحد بس إن هي تفضل في مسابقة الدوري النهاردة الأهلي بيدخل ماتش اليوم بحثا عن العودة على الانصارات في الانصارات بعد التعادل قدام الانتاج زي ما قلنا في المبررة الأخيرة وطبعا زي ما احنا عارفين إن الأهلي حق انتصار كبير جدا على أسوان في مرة الدور الأول خمسة واحد وفاكرين كلنا كان الجو حر إزاي وكان ملعب أسوان كان فيه صعوبة في اللعب عليه الأهداف كان أحرازها رمضان صفحي حسين الشحات جونيور أجيه محمد مجدي أفشا وحمدي فاتحي إن شاء الله نحقق الفوز النهاردة ونوصل للنقطة 56 وإن شاء الله يواصل فير التفوق وبحثا عن حسم اللقب مبكرا ترجمة نانسي قنقر